يا عزيزي منشئ المحتوى الجمهور هو كل شيء في قناتك على اليوتيوب الجمهور هو اللي حيساعدك على النجاح علشان كده عايزك بشكل مستمر تفكر ازاي تحتفظ بانتباههم ازاي تصير اهتمامهم عليك انك تحاول على قد ما تقدر تتقن في نون الإصارة والتشويق منشئ المحتوى اللي دايما مصير للجدل هو يعتبر الأنجح على اليوتيوب مع كل ثانية انت لازم تحاول على قد ما تقدر تجزي بالجمهور وتصير في دولهم هو الشخص ده بيتكلم عن ايه انا بكلمك عن سبب نجحك على اليوتيوب انا بكلمك ازاي تخلي اليوتيوب يقترحك الى اكبر عدد ممكن من الجمهور هعلمك في الفيديو ده ازاي تقدم محتوى زو قيمة مع مقدمة قوية جدا مع اضافة لمسات شخصية هتخلي الجمهور يقعد في الفيديو اطول فترة ممكنة ركز بقى معي لو جينا مع بعض وبصينا على الاحصائيات دي الاحصائيات اللي قدامك بتأكد لك ان الفيديو ده ناجح متوسط مدة المشاهدة والجمهور قاعد اطول فترة ممكنة من اهم الفيديوهات الناجحة هي الفيديوهات اللي بتخلي الاحتفاظ بالجمهور نسبته اكبر وعلشان تحتفظ بالجمهور لازم يكون عندك مقدمة قوية عايز اقول لحضرتك المقدمة اللي انا عملتها دلوقتي انا عملها من شات جي بيتي انا هعلمك النهاردة ازاي تعمل مقدمة زي دي بشكل احترافي واخد بالك انا لما جيت طلبت منه وعملت منه طلبت منه كل حاجة بالتفصيل سنة 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 قبل ما تطلع خد خد قبل ما تطلع ما تخافش مش هيعوز من حضرتك رقم ولا ايميل ولا رقم امريكي الموضوع بسهولة جدا مش محتاج منك اي حاجة تب اقول لك حاجة نقفل كده مع بعض ده كله ونيجي نفتح مع بعض جلغة الكورون من اول خالص ونجرب مع بعض يا اخت الغالية يا اخوية الغالية انا حمشي معاك بالروحة علشان كلنا نستفاد اول حاجة حنيجي مع بعض هنا ونكتب شات جي بي تي شات جي بي تي او شات بالعربة هي شات جي بي تي بالعربة حيبدأ يكتب لحضرتك شات جي بي تي ادخل عليه الاول كان لازم مع حضرتك رقم امريكي الاول بعد كده لازم رقم مصري وتعمل sign up وتعمل ايميل دلوقتي الموضوع بقى حضرتك تدخل على الموقع على طول وتطلب اللي انت عايزه شات جي بي تي ده هيساعدك انك تطور من نفسك لو جيت سألت اي شخص في العالم دلوقتي قلت له مين اكتر حد زكي في العالم حيقولك شات جي بي تي فور ثلاثة ونص هو اسكى منك على عموم يعني وعلى فكرة اللي بيدمر الزكاء الاصطناعي هو الغباء البشري اللي بيدخل له بيانات وعايز بيانات تدي له بيانات من الهواء لا انا عايز حضرتك وانت بتتعامل مع شات جي بي تي عامل طفل صغير ادي له كل البيانات اللي حضرتك محتاجها علشان ادي كل البيانات اللي حضرتك محتاجها فلما اجي اطلب مقدمة اقول له ايه اعمل لي مقدمة باللغة واللهجة المصرية العامة اللي ممكن اي حد في مصر يفهمها بتتكلم عن الملوخية وعايز يكلام عام ومفصل وبدون اي تعقيد واتمنى تكون المقدمة مدتها طويلة والجمهور بتاعي المستهدف نساء بحث بص بقى مرحبا بكم بص الملوخية هي من الاطباق التقليدية المحببة لقلوب الكثير من مصر وهي عبارة عن نوع من الخضروات وتستخدم في عدد الاطباق وابدأ اتكلم واقول كل الكلام ده بالشكل وانا ممكن اعملها بقى بالرز بالدجاج بالحاجات دي كلها دوس دي كلها مقدمة انت من خلالها هتبدأ تعمل اخد بالك في واحد يقولك ايه طب يا متواحد فكرة احنا عايزين الكلام ده يكون بابسط ما انت برضو كزكاء بشري لازم ياخد الكلام ده او ليه الملوخية هي اكتر من مجرد طبق شاهد مصر ده جزء في حياتنا ده احنا كلنا بنعمل ايه بنعمل ملوخية مفيش بيت في مصر ما بيعملش ملوخية علشان كده هقدمها لكم طريقة مختلفة انت بتاخد من الكلام ده بتاخد من الكلام ده اللي يناسبك واللي انت عايزه ومعجبكش بتبدأ تقوله ايه ثواني اهو قلط له ايه ثانية تعالى نمسح ده الكلام طويل ومعقد عايزه بشكل اسهل الكلام تحسه معقد انا عايزه بشكل اسهل بص الملوخية اكلة مصرية شهيرة هي نوع من خضروات الورقية بص بيديلك بشكل اسر فانت حضرتك عندك المقدمات اللي انت عايزها بنعل على محتويك والله انت طبخي حتجيب ربح من يوتيوب حتجيب روتين حتجيب اللي انت عايزه حتجيب يعني خلال نطلب مثلا ايه ثواني نطلب مقدمة لقنوات الروتين ماشي عايز مقدمة لفيديو ثانية عاوز مقدمة لفيديو بيتكلم عن تنظيف البيت وتجهيزه واستعدادا للاعيد عشرين اربعة وعشرين مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتنا هنشارك معكم افكار ونصائح لتنظيف المنزل وتجهيزه بالنسبة عيد الفطر في عام عشرين اربعة وعشرين في الفيديو هنديكم خطوات بسيطة وعملية تعديل منزلكم بطريقة منظمة وجميلة استقبال العيد بروح من النشاط والبهجة ايه ده 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 اوزيه ما كل حاجة سهلة ايه ده اخويا ادخل انت كمان اعايز مثلا ايه فيديو عن مقدمة بتكلم عن فيديو بابجي اه في ضحك وزار كتير انت بتبدأ تديله البيانات اللي انت عايزها انا بس مش عارف هتعامل لان مش لازم اكون عارف الفيديو بتكلم عن ايه زي ما انا عملت في المقدمة مقدمة الفيديو دي كانت بتتكلم عن اللي انا عايز اتكلم عنه انت بقى من خلالها بتبدأ تجهز اللي انت عايزه يعني انت مش محتاج اي حاجة يا جماعة مش محتاج فلوس شجي بيديو عندك مجانا استغله في استخدام المقدمات وحاول على قد ما تقدر تجرب مرة واثنين وتلاتة وتكتب مقدمة عجبتك اخد منها اثنين وتلاتة واربعة بدل ما تقعد تفكر لوحدك لا فكر مع شجي بيديو اسأل شجي بيديو يا شجي بيديو يا حبيب قلبي ممكن اسألك وابدأ اسأله وتكلم معاه ما هو مجاني لا طب انا عايز مقدمة لفيديو بيتكلم عن غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم بص في اسأل من كده والله ما في اسأل من كده انت بقى هتبدأ كل شيء دي تقول لأ اصلا الموضوع بالنسبة دي بيقول لي كلام معقد اصلا بقول هذا طب ما ما هتقول هو اصلا بقول اه مثلا هنا هنطلع فيه مثلا اقول لك ايه اه دعونا طب ما تقول يلا بدل دعونا يقول يلا يلا نخود يلا نلعب المغامرة دي اهمها بيجيب لك الاساسيات بلاش الغباء البشري يسيطر على الزجاء الاصطناعي فيخل نقول لك غباء اصطناعي بالله عليك بلاش ادخل في الموضوع ده وتعلم بالراحة كده وحاول تخلي الكلام ده جايب انا لما جيت قلت المقدمة مش هو هو نفس الكلام اللي اتكتب بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اجز بالمشاهد اطول فطرة ممكنة من الكلام الدهالي والبنات الدهالي خلاني او ساعدني ان انا اعمل كده طيب لو حضرتك عايز تعمل ساين اوب بتدخل تعمل ساين اوب وبتطلب من حضرتك لانما جيميل لانما رقم التليفون ممكن تدخل بجيميل بتاعك عادي خالص وبتختار الجيميل بتاع حضرتك مثلا اندخstream ده او خدت جيميل تا دخلنا على جيميل اهو حضرتك هتبدأ تدخل وبشكل عادي خالص ونفيش اي مشكلة طبعا انا شهدخل لجيميل الرقم التلفون هنا خلال ادخل بالتاني ده موجود تقريبا رقم التلفون دخلنا والموضوع عادي خالص وحضرتك دخلت وانا هنا اصلا كان عندي شوية شوية حاجات قبل كده فاعتقد ان الموضوع اسهل بكتير جدا مما حضرتك تدخيل اسهل بكتير جدا شكرا